هتبدأ بإيه؟ هنبدأ بأول حاجة بأول سريعا كده إن الزمالك كسب البطولة دي درس للزمالك نفسه إن في ظل كل الأمور اللي ما كانتش مظبوطة في نادي الزمالك الزمالك بدأ البطولة دي في وقت ما كانش فيه مجلس إدارة وكانت في قمة الفوضى وكان في لحظة اللي هي قمة اليأس لقاء أرتاصلار كان فيه لعبين وورا جمهور آمنوا بفرصهم في البطولة هي دي كانت بداية الزمالك الحياة في البطولة وهو ده اليوم من الصبح كانت بحضة اللبسي لأنه هو ده اليوم اللي الزمالك رجع فيه من الموت حرفية نبدأ نشوف نجا فيه من الموت حرفيا الزمالك كان على شفا كارثة حول الكارثة الإنجاز الكارثة اللي هو أنت بتخرج من فريق من جبوتي في مصر كارثة وفي أول دور في تكون في الدولاي يعني كارثة إنما تتحول حلال لإنجاز مهم جدا لنادي الزمالك فده القدرة على تغيير كل شيء بـ 180% الإيمان بحظوظه كل لعب الأخر نبدأ بالمثلوسي في لقاء أرتة سولار عشان نجيله النهاردة الله يفتح عليك على مسلوسي هنا كانت رح أنا أقول أنت كله كل نهاردة تكلموا على المثلوسي هي دي أتكلمت عليها أنا وإنت يا كريم هنا إن الكرة دي كانت كرة مشتركة كمل سريعا يا جلال المثلوسي حط دماغه وسط لعبة أرتة سولار زي ما كانش عارف يطفش الكرة دي وإن هي كانت 2-1 الكرة دي بعدها بثواني قليلة جدا تحولت نكمل شوف المثلوسي حط تحولت لهدف الزمالك بعدها بعشر سوان هدف الزمالك التالي لا مش راكي أنا كشفاكي للقاطة دي برافا عليك كلمنا عنه هنا في البرنامج حط راسه وسط رجول لعبة أرتة سولار ده بيودينا للقتال أنت جون سيف الجزيري اللي سجله في لقاء الزهاب ممكن تشوف أنه سيف مش مازقى في ضربات الراس وتشوف حتشوف فيها التوفيق إن الكرة لمس يتلعب مركانه وراحت بس دايما مكافأة ربنا بتيجي ازاي تعال نشوف خلينا طب نروح للهنا هنا ده لقاء الزهاب دي كاتركنية عز مالك أحد زملائنا محي محي هو اللي يتكلم عن اللهطة دي وأنا بأكد عليها ارتدت بمرتدة البركان يسجله من الهدف الثالث بص كمل سريعا بس بص سيف الجزيري هنا ومهاجم محدش حيلومه بص ارتداد سيف سيف اللي واقف ورا الحكم بص سيف حفظة اللي طارد الكرة ازاي والكرة دي هجمة مرتدة ونتيجة 2-0 سيف اللي هو هنا بيرجع بص سيف بورق البعيد بعيد على ريب مركان ازاي هو اللي كان اخر واحد اه والراجل كمل 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 لغاية لما هو اللي عمل التاكلينج وشاله الكرة فكان مكافأة ربنا ليه في الهدف بيرجع بقى للمسلوسة النهاردة عشان بس بروز ليه كرة بقى ده في الوقت دقيقة عشرة من الوقت الضايع الكرة دي كانت طويلة يمكن اللي شافها في التي في ما خدش باله من اللي حصل بالظبط الكرة دي وهي بتطلعها بطويلة كده قبل ما نقل الكرة دي كانت خلاص مهاجم نهضة بوركان سابق حسام والمسلوسة كان في الشمال المسلوسة تعامل مع الكرة دي بالعقلية المميزة عنده ان هو لبرو تعمله السورش راح جرى وراح سام عشان يستغل يبقى اللي برو يعني دي الكرة فاتت من حسام والمهاجم الأفريقي كان عادة عرفك المسلوسة بقى كان بيجري من بعيده الكرة بتطلع بطويلة كأنه لبرو بالظبط بتوع زمان وعمل الحاجة اللي أنا دايما بتكلم معك فيها يا كريم على الزكاء الملعب اللي يبقى عند التوانسة عموما والمسلوسة الحتة اللي هي نرجع بس للصورة اللي فاتت دي عشان اتكلم عنها وبقى نفسي مدافعيننا ياخدوا بالهم الحتة دي المخشنة الحد الأعلى من المخشنة والمدايقة اللي تخليك تمنع اللاعب من السيطرة على الكرة وما تحسبش عليك فاول احنا عندنا مدافعيننا يبيروح يعمل فاول ويعمل جريمة يبيسيبوا عشان ما عملش فاول يبيسيبوا في قدر كده اللي هو انت بتعمله المكتفات والمخشنات ده زكاء الملعب على فكرة دايما بتبقى المدافعين التوانسة ومدافعين شمال أفريقيا وطبعا عندنا مدافعين العظام بس احيانا مدافعين قليل خبرة في الدور المصري واللعيبة حتى عندنا ما بيعملهاش كويس فالمسلوسي حمل الحتة دي المخشنة الكفوفة اللي ما يتحل الحاجة ما يصفرهاش نفس الوقت تمنع زكاء الملعب الكبير عند المسلوس عظيم جدا ده المسلوسي